الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مسليما كثيرا إلى يوم الدين رحبكم متابعين الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك مع محاضرة جديدة ضمن المحاضرات التي نظمها مركز الشيخ علي الغرياني بالكتابة عنوان محاضرتنا في هذا اليوم الطيب المبارك بالله الجهاد بين الاستعداد والاستشهاد قدمها لنا فضيلة الأستاذ مصطفى البدري وبالمناسبة الأستاذ مصطفى البدري هو باحث وداعية مصري تخرج مراء بجمعية أنصار السلة والجمعية الشارعية لمصر كما التحق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية لجامعة الأمريكية المفتوحة في القاهرة وتعلمها على يد الكثير من المشايخ والغلماء في مصر كالشيخ عبد الله كالشيخ محمد عبد المقصود والشيخ مصطفى العدوي والشيخ أبو إستاذ الحويني وغيرهم الكثير نرحل بك قديرة الأستاذ مصطفى البدري وأن نرحل الجميع شيخ محمد وأنا بالإخوة الكرام شيخ مصطفى بارك الله فيك حتثنا عن موضوع الجهاد وكما تعلم أن موضوع الجهاد اليوم دائر بين هذين الأمرين بين موضوع الاستعداد وبين موضوع الاستشهاد كيف ترى هذا الموضوع الزركة الضربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وهذا اللقاء بعنوان الجهاد بين الاستعداد والاستشهاد إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الإخوة الكرام يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وقال بعدها انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور وفي الصحيحين أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله والنصوص في باب الجهاد لا يمكن حصرها في هذا المقام لكني أنصح إخواني بالرجوع إلى كتاب رياض الصالحين للإمام النووي فقد أفرض فيه كتابا خاصا لذكر النصوص الواردة في أمر الجهاد أما من أراد التوسع فليرجع لكتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام لابن النحاس الدمياطي رحمه الله ورضي عن علمائنا أجمعين أيها الإخوة الكرام منذ بدأت العملية الكبرى التي سماها المجاهدون طوفان الأقصى والرسائل والأسئلة لا تتوقف عن الجهاد وتبعاته وبالطبع الكلام عن الجهاد طويل ومتشعب لكننا سنقتصر هنا بعون الله في الحديث حول العموان فقط الجهاد بين الاستعداد والاستشهاد والرسالة التي أريد توصيلها باختصار الإعداد تكليف والجهاد تشريع والاستشهاد تقدير فينبغي الانشغال بالتكليف والالتزام بالتشريع مع الرضا والتسليم للتقدير وهنا يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذا اللقاء أخي وحبيبي الكابتن محمود داود حفظه الله ليحدثنا عن الجزء الخاص بالإعداد البدني عندما يأتي موضعه بإذن الله تعالى أهلاً ومرحباً بك أخي الشيخ محمود أخبارك يطمنا عليك طبعاً يا مولانا الحمد لله وخير حاله الحمد لله طبعاً أخونا الشيخ محمود كان أحد الذين تم تكريمهم ضمن أفضل مئة رياضي عربي أظن من حوالي سنتين سنة واحد وعشرين أليس كذلك يا شيخ محمود؟ نعم الحمد لله في مصر يعني الحمد لله طردت لازل تكريم مرتين بفضل الله عز وجل بعد يعني الواحد من خرج من المحنة اللي كان فيها وكأن الله يعني بعت لي رسالك يعني ربتم على القلب كده يعني الحمد لله ببنا أحفظك وبارك فيه وأتقبل منك أنا إن شاء الله لما يجي معه على الكلمات هيكون فيه هذوق أكتر أنا بس راجع في السيارة مع الأطفال وحاكون قاعد يعني هاجي الواحد إن شاء الله ببنا أبارك فيك وأحفظك وإحفظك وإحفظك كل خير إن شاء الله من الكرام في أمر الجهاد والإعداد له وجدنا الناس طرفين ووسط طرف متعجل لا يفقه السنن ولم يتعلم من التاريخ وطرف آخر يتكلم عن الإعداد العام والتربية الفردية بطريقة أشبه بمحو الجهاد من الوجود في حين الحق أن المؤمن دائما يحدث نفسه بالجهاد ينفذ أمر الله عز وجل وأعد يخشى أن تأتي اللحظة التي تحتاج فيه الأمة لجهاده فيصدق فيه قوله تعالى ولو أرادوا الفروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقيل كعدوا مع القاعدين وفي حين أنه مستعد لتقديم نفسه رخيصة لإعلاء كلمة الله يأبى أن يبذلها مجانا دون الإثان في أعداء الله فهو يستعد نفسيا وتربويا وجسديا وعلميا في آن واحد ليس عنده فائض وقت أو جهد ليضيعه فيما لا يفيد لا يغفل عن حقيقة الصراع وديمومته وهو كذلك لا يصطنع تعارضا بين الأوامر الشرعية ولا يبتدع تناقضا بين النصوص والتحركات النبوية بل يجمع بينما يظهر أنه متعارب ويتهم عقله وفهمه إذا حدث قصور لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وها هو الواقع يشهد بأن الدائرة تضيق ورحى الحروب تستعر ولا تكاد بلد مسلم فيها دعاة صادقون وهداة مخلصون وساسة واعون إلا وطبول الحرب تدق على أبوابها إخواني الكرام فإما استعدادا جادا وإما أن نصبح وقودا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اسمحوا لي أن أعرض لكم الملف الذي سأتكلم حوله بإذن الله تبارك وتعالى هو حول هذا العنوان الذي نتكلم فيه الجهاد بين الاستعداد والاستشهاد هل هو ظاهر أمامكم الآن؟ أحاول أقلب هل التقليب يظهر؟ أحاول أحد يديني أن يحصل تقليب لأنه ليس ظاهر أمامي يقلب يقلب ظاهر بيش تقليب تقليب شغال شغال أحاول أقلب إلا بالله طيب سامحوني ممكن ندخل في الموضوع ونبدأ بكلمة للشيخ علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه في مقال له بعنوان الاستعداد للجهاد قال في هذا المقال في آخر كلمة أيها الحاكمون إن عندكم شعبا يريد أن يعمل يريد أن يجاهد فلا تصبوا على جمرة حماسته كأس ماء فإنكم لا تجدون كل يوم مثل هذه الحماسة هذا الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه وأنا آثرت أن أبدأ بهذه الكلمة حتى أؤكد لكم أن الكلام عن الاستعداد لا يتنافى أبدا مع الكلام عن مباشرة الجهاد بشكل فوري فليس هناك تعارض بين هذا وذاك المهم أن يجتهد المؤمن وأن يضع القصة في رأسه بشكل صحيح حتى يتمكن من أداء المطلوب منه وهناك فقرات في الحقيقة في كتاب الظلال ليس فقرتان فقط في سورة الحج عند الكلام عن قول الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأنا أنصح كل إخواني أن يرجعوا إلى هذه الصفحات لأنها مهمة جدا من ضمن ذلك يقول رحمه الله ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوة طغيان والشر والباطل اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر وعمق الخير في القلوب فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر وللصبر حد وللاحتمال حد وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة إلا ريثما يستعدوا للمقاومة ويتهيئون للدفاع ويتمكنون من وسائل الجهاد وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان وهنا يبين لماذا تأخر أمر تشريع الجهاد من المرحلة المكية إلى المرحلة المدنية وفي فقرة أخرى عندما طرح السؤال لماذا القتال الله عز وجل قادر على أن ينصر المؤمنين بكلمة كن قادر على أن يجنبهم كل هذه الدماء وكل هذه الجراحات وكل هذه الآلام التي يتألمونها لماذا فرض عليهم القتال وقال فيه يقتلون ويقتلون لماذا؟ قال رحمه الله الجواب أن حكمة الله في هذا هي العليا وأن لله الحجة البالغة والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته وحماتها من التنابلة الكسالة من التنابلة الكسالة انتبهوا لهذا الكلام لأن كثيرين من دعاة التعقل والحكمة والذين يلبسون لباس الدعوة إلى الله عز وجل الآن يصح عليهم جدا هذا الوصف ويصدق عليهم بشكل كامل التنابلة الكسالة الذين يجلسون في استرخاء ثم يتنزل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء لمجرد أنهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى الله بالدعاء كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء هذا لا يكفي نعم إنهم يجب أن يقيموا الصلاة وأن يرتلوا القرآن وأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء في السراء والضراء ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة والذخيرة التي يضخرونها للموقعة والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بسلاحه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله إخواني الكرام عندنا في الحديث حديث سمرة ابن عبي الفاكه حديث طويل وفيه معاني كثيرة أنا أخذ منه هذه الجملة فقط وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الشيطان لابن آدم ويقول له تجاهد والجهاد جهد النفس الجهاد جهد النفس يعني إتعابها الجهاد ليس أمرا مريحا ليس أمرا فيه رفاهية ليس أمرا فيه طرف الجهاد جهد النفس ولذلك الفقهاء في تعريف الجهاد قالوا مصدر جاهدا أي بالغ في قتال عدوه أي بالغ في قتال عدوه هذا التعريف ذكره الشيخ منصور بن يونس البهوتي في الروض المربع في شرح منتهى الإرادات قال بالغ في قتل عدوه وهذا متوارد بين الفقهاء في كل المذاهب بعضهم يقول قتال وبعضهم يقول قتل وبعضهم يذكر الاثنين معا قتال وقتل العدو وهو بذل الجهد والطاقة في جهاد الكفار هذا هو التعريف الشرعي للجهاد وعندما نريد أن نربط بين عملية الجهاد وفكرة الاستشهاد التي يبحث عنها المؤمن المؤمن نفسه تتوق إلى الشهادة يشتاق أن يكون شهيدا في سبيل الله عز وجل كلما سمع فضائل والمكارم التي منحها الله عز وجل للشهداء كلما اشتاقت نفسه وتحركت لأن يكون شهيدا وهنا لا بد أن نضع هاتين الآيتين بجوار بعضهم البعض قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والآية الأخرى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير لماذا ترهبون به عدو الله وعدوكم في الآية الأولى ذكر الله عز وجل أن هناك حسنيين ليس حسن واحدة لماذا يفكر الشاب المسلم دائما في مسألة الاستشهاد ولا يفكر في الانتصار الحسنيان هما النصر أو الشهادة وينبغي أن يكون تفكيره منصبا في الأصل على أمر النصر على العدو هو ذهب ليجاهد من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى لو كان الأمر فقط لأجل الشهادة لأمر الله عز وجل المؤمنين الأول وهم ضعاف قليل العدد والعدة أن يجاهدوا ويستشهدوا جميعا ولا ضير لكن النصر أمر مطلوب لذلك ينبغي أن يكون هدفا عند المؤمن المؤمن يدخل ويريد أن يقتل عدوه يريد أن يذخن في عدوه يريد أن ينتصر على عدوه عندما يأتي أمر الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى المؤمن يقول أهلا بها ومرحبا أهلا بها ومرحبا ويذهب إلى الجنان التي أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله والشهداء التي بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض أعد الله عز وجل لهؤلاء في الجنة مئة درجة كما بين الدرجة والأخرى أو ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض فنضع هذه الآية يقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين فهما نصر وشهادة بجوار أخرى وأعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم من قوة ومن رباط خير ترهبون به عدو الله وعدوكم وهنا نذكر نتفة يسيرة من أقوال العلماء في مسألة الاستعداد شيخ الإسلام والتيمية رحمه الله يقول يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوته للعجز فإنما لا يتم الواجب الواجب إلا به فهو واجب كواني الكرام منذ حوالي يعني أسبوعين تقريبا كنت في محاضرة وأحد الشباب سألني يا شيخ كل الفقهاء قالوا عندما يداهم العدو بلاد المسلمين يصبح الجهاد فرض عين على جميع المسلمين لماذا لا نخرج للجهاد نظرت إليه وسألته سؤالا هل الجهاد واجب على النساء والصبيان قال لا قلت له على العكس في هذه الحالة التي تذكرها يصير واجبا على النساء والصبيان يعني المرأة لا تعذر إذا داهمها العدو والطفل عليه أن يفعل ما يستطيع المرأة تفعل ما تستطيع والطفل يفعل ما يستطيع والعبد يفعل ما يستطيع فليس جهاد الدفع قاصرا على المكلفين بجهاد الطلب ثم عدت وأسأله عدت أسأله مرة أخرى لماذا لم يجب الجهاد على النساء والصبيان قال قوتهم وبنيتهم البدنية لا تتحمل هذا فنظرت إليه دون أن أسخر منه والله لكن قلت له كيف بأبداننا هذه نقول إننا نستطيع أن نجاهد آلتنا المترهلة التي لا تخيف عدوا ولا تنكأ فيه كيف نتكلم بهذا الكلام إذن المطلوب هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوقت الذي لم تتمكن فيه من الاشتباك دعك من كثرة الكلام ودعك من الثرثرة ودعك من الأحلام ودعك من الأماني واستعد وجهز حالك جهز نفسك لهذه اللحظة حتى يختارك الله عز وجل ألم تقرأ هذه الآية ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لذلك يقول أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة العدة ما يعده الإنسان ويهيئه لما يفعله في المستقبل وهو نظير الأهبة وهو يدل على وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه وهو كقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تعالوا ندخل على كلام المعاصر وهو كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه كتاب تفسير مختصر تفسير السعدي أو تيسير الكريم الرحمن في هذه الآية يقول رحمه الله أي وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة كل ما تقدرون عليه أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال ولهذا قال تعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وهذه العلة موجودة فينا في ذلك الزمان وهي إرهاب الأعداء والحكم يدور مع علته يعني أقصد أن تنظر نفسك هل أنت فعلا ترهب عدوك هل إذا وقفت أمام عدوك فارس لفارس أو مواجهة مباشرة هل يراك فيخاف منك لابد أن تحسب حساب هذا جيدا قال فإذا كان موجودا شيء أكثر من أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب طبعا سترجعون إلى هذه المحاضرة وتقرؤون هذا الكلام مرة أخرى لكن يأتي سؤال هل نحن دول وهل نحن جماعات كبيرة أو هل عندنا الإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ كل هذا أقول لك هناك فارق بين الإعداد العام المطلوب من الدول والجماعات والتنظيمات وأصحاب القدرات والإمكانات وبين الإعداد الشخصي يا أيها النبي لا تكلف إلا نفسك لابد أن تضع هذه إمام عينك لماذا نظل ندندن دائما أين جيوشنا متى تتحرك جيوشنا جيوشنا صميعة أعدائنا أعداؤنا وضعوها أمامنا حتى تحول بيننا وبين الوصول إليه لابد أن نكون قد أيقلنا من هذا الأمر ليس قابلا للخلاف أو قابلا للنقاش أو للأخذ والرب هذا أمر مسلم به نعم نضغط على هذه الجيوش نعم نحاول أن نستنفر الغيرة عند أفراد في هذه الجيوش كما فعل الجندي محمد صلاح وكما فعل العسكري في الإسكندرية نعم نحاول أن نضغط حتى تتغير مسألة العقيدة العسكرية هناك من يعبث ليلة نهار من أسبوع الماضي حضرت محاضرة للدكتور مهندس عمر عادل هو مهندس عسكري تكلم فيها عن مسألة تغيير العقيدة العسكرية عند جيوشنا وكيف أن فكرة العدو لم تعد صحيحة سليمة في جيوشنا العدو للجيش لابد أن يكون عدوا خارجيا الجيوش لازم يكون عدوها في الخارج الشرطة هي اللي بتقوم بمواجهة الجريمة في الداخل لكن أصبح الأمر على عكس ذلك وأصبح العدو للجيش هو المجتمع العدو للجيش هو الشعب الذي كلف هذا الشعب أصلا بحمايته أنا أقول هذا حتى لا نقف عند محطة الجيوش ونفكر فيما يخصنا نحن كأفراد لأن هذا الذي سنسأل عنه بين يدي الله عز وجل وقد وضعت أربع عناصر رئيسية طبعا هناك تفصيلات وهناك عناصر أخرى ربما وربما هناك من يجتهد فيأتي بعناصر مهمة تضاف إلى هذه العناصر الأربع وضعت العنصر الإيماني وبجواره العنصر العلمي وهناك ترابط أو تداخل بينهما كذلك عنصر الإعداد البدني وعنصر الإعداد النفسي عنصر الإعداد البدني سيتكلم عنه بإذن الله أخي الحبيب الشيخ محمود داود وأنا أحدثكم عن هذه الثلاثة وقبل أن أتكلم لابد أن تعلم أن الخطوط متوازية ليست متوالية ما معنى متوازية وليست متوالية يعني لا تقول إن الأمر يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى بذل لا 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 ابدأ الآن في كل هذه المسارات بل أقول لك إن وجدت سبيلا للاشتباك المباشر الآن وعندك خالل في هذه المنظومة اشتبك وفعل ما تقدر عليه لماذا؟ لأن الأمر كما ذكرنا منذ قليل جهاد دفع واجب ومفروض على المسلمين تمام؟ إذا وجدت سبيلا مباشرا للاشتباك الآن لا تتخلف عنه لا تتأخر عنه لكن طالما عندك فسحة طالما عندك برهة طالما عندك وقت لابد أن تبذله في هذه الأمور الأربعة لو لو يحب أخونا الشيخ محمود داود لو هو جاهز الآن يبدأ حتى لا نؤخره يتفضل مشكورا أنت جاهز يا شيخ محمود؟ الصوت عندك مقفول أنا كده فضعت الصوت بس مش عارف إذا كان الفيديو لقيته كده الصوت واصل أنا بس قبل ما حضرتك تتكلم هلفت الشباب أو هلفت نظرهم لحاجة بسيطة كده عن الموضع يا شباب أنت عشان توصل لأي ساحة من الساحات الجهادية ملزم بأن تخترق حدود ممنوع أن تخترقها هتضطر تطلع جبال وتنزل وهتضطر تنط من على أسوار عالية وهتضطر تجري لمسافات طويلة وقد تضطر إلى الاشتبات مع أحد ممن يحولون بينك وبين العبور فمسألة الإعداد البدني التي سيكلمنا عنها الأخونا الشيخ محمود مسألة ليست سهلة ومسألة ليست بسيطة ولا ينبغي أن نحقر هذا الأمر فضل الشيخ محمود السلام عليكم الفيديو مفهول أو الصوت انت الصوت واضح والصورة أنا الصوت واضح لو الصورة ظهر عند حضرتك نعم السلام عليكم مش هنطول في المقدمة علشان الإخوة هو وقت المستمعين الكرام يعني يعني بما ختم به الشيخ نبدأ بحدث واقعي حصل لما فتح باب الجهاد أيام حرب الشيشان والبوسنة ونضم المجاهدون العرب إلى المجاهدون الخوخاز والشيشانيين فكما قال الشيخ تماما كان هناك أراضي غير سهلة بالمرة كلها السهول والجبال ومرتفاة فالأخ الشيشاني كان يطلع ومحمل وشاير ومخلة بقى مخلة سيبك من المخلة بتاعة الفجنيب الدكباري دي كانت مخلة محترمة وطالع وبيطلع جبال والإخوة العرب في مؤخرة الصف ونهجان ومش قادرين يطلعوا بأجسادهم مش بالمخلة كان فاللي حصل إن بعض الإخوة الشيشاني شالوا الأخ العربي نفسه وصعدوا بيه الجبال فهنا كانت أول صدمة اللي أخر كان يشتهي الجهاد لكنه لم يعد العدة جيدة إنه هو مش قادر يرتقي حتى السهول والجبال إنه لسه المعركة ما بدأتش إحنا بنطلع بس عايزين نطلع جبل ونتموضع يعني طيب الأخ ده كان بيمارس أي نوع من أنياء الرياضة من أنياء الرياضة في بلدي كان بيلعب تمارين لياقة بدنية كان بيطلع يجري في السهول في أراضي رملية أراضي زراعية حتى ما كانش فيه بس هو بيحب الله ورسوله ويحب الجهاد ويبتغل الشهادة لكن ما كانش فيه إهداف بدنية طيب فيه سؤال غريب جدا بيجري في كل المقاطع والمنشورات من ساعة ما بدأنا نتكلم في اشتباد الأمر في غزة ومن قبلها في أي شيء بحوثت فيه الإخوة على الإعداد البدني ولازم المؤمن القوي فيقول لي يا شيخ الحرب للزمان ده كلها بالمدافع والرشاشات والدبابات ومش عارف يا الرياضة يا عمي أقول له يا أخي عفوا أقول له يا أخي وأنت أبدا أبدا لم تشاهد أي عرض عسكري لتخرب أي دفع عسكرية شفت الاستعراض كله بيبقى أداء بدني ويوري لك معاراتهم القتالية ومهاراتهم اللياقية ومهارات قبض الإحبال وصعود المرتفعات العالية وده هيجيبه منين إلا إذا كان تعرض لأعداد بدني جديد بل إن الجيوش النظامية يتم تقسيمها وفرزانتها بناء على طبقات الرياضيين أو الطبقات البدنية فيها تلاقي الصعقة أداء البدني عالي جدا غير مجند مشاعدي قوة البدنية موجودة في كل الجيوش النظامية اللي هم بيستخدموا اللي حضرتك قلت عليها سائل ومعلق البنادق ورشاشات طبعنا طالما هيمسك بندقاء ورشاش وزي ما انت شاهل الموضوع سهل لكده بيخلوه يتمرى التعليم بدني قاسية جدا ليه انت شفت مشاهد الإخوة المجاهدين الآن في غزة كم واحد بيشير الصاروخ حاجة زي دي مش محتاجة يكون عندك قوة بدنية انت مش قادر تشين نفسك 14 الصاروخ وبالكاد بيشيروه لحد ما يوصلوه لمحطة القصف أو بطارية القصف يبقى الموضوع مش سهل ومش زي ما انت متخيل طب خدنا مزج عملية احداثها عدي التميمة تقبله الله الفتى الفلسطيني الذي توغل في الجنود الاسرائيليين يعني احسابه والطاقة شاهدة شفت صورته اللي كانت في الجم وجسمه كان عامل ازاي ايه دا كان بيلعب حديد وعضلات ما شاء الله وعضلات المعدة متقسمة وكل جسمه باين عليه القوة طب بتلعب حديد ليه ايه دا انت رايح يعني هتروح داخل متواجل في السريع كده لمه السبات الانفعالي عايز اصلا تدريبات بدنية تضبط التوافق العصب العضلي انه في حاجة عندنا الرجفة اللي بتحصل لكتير من الناس عند المواقف الشديدة دي نتيجة ان ابدانهم لم يحصل فيها مسألة التوافق العصب العضلي من شدة او تكرار التعرض بالمواقف الصعبة البدنية اللي محتاجة تدريب طويل لشهوره للسنين يعني غير عداية تميمة اخ الله يتقبله مروان سلام اللي تقبله الله في سوريا كان على طول يرفع تمريناته في الجم والراجل واقف بيضرب بمدفع قد كده يعني انت محتاج القوة البدنية في السيطرة على السلاح لتحت جيدة وانت فاكر موضوع السياة كم بابجي يعني ده الحرب بالرشاشات وبالدبابات اخش ادوسع الزرار بيو وخلاص صلصنا على عدو لا الموضوع بيحتاج لتدريبات بدنية شاقة جدا 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 ولا فترات طويلة نبدأها بسلم بسيط ادوامه وانقلم يعني ربا درهم سبق الف درهم ما لا يدرك كله لا يدرك كله قلت الاخوة في مقطع من كام يوم ده منتهى الوضوحة جماعة انت غير متاح لك تتمرن على السلاح صح؟ طيب باقي الاسباب التي متاح لك وتحتقيرك متاح السلاحة انك تعد نفسك بيها واولها الاعداد البدنية حالك بتمرس رياضة يا اخي لا مقصر طب يعني انا هتسئل يا كابتن ان انا مبلعبش رياضة اه طبعا هتسئل هو انت عارف الحرب هتقوم امتى او هتفتح لك باب الجهاد اللي انت بتدعي اشتها وانت بغمضة عيني وانت بقى هاتي هتلاقي نفسك فيه ختال زي ما الشيخ قال ممكن يبقى فيه جهاد دلوقتي ده داخل عليك العدو انت جاهز ولا انت كله هيقول لك احنا هنقض محرص النساء لا النساء مش عايزة حد يحرص النساء تمام مطالبة بالختال واختها يعني فانت محتاج ترافع عن نفسك وانت تنطلق ويكون عندك اللياقة البدنية للكر والفر والكاب محتاج شوية عضلات تشيل بهم العدد الثقيلة ولو كنت من من يناول من يرمي يعني مربما الرمي هو اللي واقف على المدفع الثقيل وانت محتاج بس نقول له سندق الزخيرة مش قادر ترفع السنبق من الارض وتدي له خوب فده الكلام اللي يعني لازم الاخوة تنتبه لي وقلت لهم ما مش عايز شهوة الجهاد تغرك في نفسك لانك لو تحطيت في المواقف هتم صدم صدمة ممكن تخليك يعني ايه انا كمالي وقمال الموضوع ده بالضبط كده فايه فلما كتب عليهم القتاله تولوا إلا قليلا منه ليه ما كانش فيه عدة انت بتحب الله ورسوله وانا وافق يا اخي والله بس فيه اسباب لازم تأخذ بيها وحتسأل عنها مش بس تأخذ بيها والعاطفة تكفيك المرء مع من أحب طب ولي بيحبه واحد بيعمل اللي يرضيه هل انت عملت اللي يرضي اللي عز وجل وما ينفع عمتك من الاعداد البدني الحقيقي ضيئ نيجي العمليا الاخوة بتقول ألاقي جم فين والجمات صعبة ونفس في دول تقول لك الجمات كلها آسف معلش يعني الكلام حماسي فالموبال مش مستحمل فيقول لك الجمات مختلطة انت كده بتحط النفسك العقد وبتدور فين الصعب اللي مش عارفة نقوله وهو ده اللي مش متاحلي طب واللي تحت ايدك تراش تلعب شوية شويتي في البيت أنا يعني طبعا عشان مساحت الحلقة لن يتحمل لكن عامل سلاسل كتير قبل كده تمرين منزلية لكل أفراد العيدة للرجل وأبنائي وزوجاتي طبعا زوجاتي يعني بقول التمرين دي المرأة تمرسها بالكيف ده وكنت حتى مسميه التمرين العائلي الدائري المرح عشان يبقى حتى يدخل جو لطيف في البيت وهو بيمارس يمارس الأب ويمارس الأبناء معهم في البيت وتمارس الزوجة فيصبح البيت كله عنده الحد الأدنى من البنية الرياضية ما لا يسع الرياضي جاهل أنا كنت عامل فيديوهات كده ما لا يسع الرياضي جاهل الرياضي المسلم طبعا ليه لأن الرياضة في الآخر بنية صارت تتعبب بها لله عز وجل كل دينار دفعته لمدرب ولا في مكان رياضي وكل عد عدتها أصبحت تؤجر عليها مدامة النية لله والمسلم المسلمين وللإسلام طيب بالنسبة للسويدي والفتنس يعني عشان مش هينفع نشرح في الحلقة هنا عب بحطوك روابط إن شاء الله تطلع عليها إزاي تعمل التمرين ابتداء من وضع حتى وانت سند على الحيط لحد ما تنزل على كورسي مرتفع عن الأرض لحد ما تقدر تؤدي بوزن جسمك كامل على الأرض تمرين الرجل اللي هي الصعود والانقفاض مهمة جدا هي دي المطالع الجبال لازم تطلع وتنزل كتير اللي بنسميه اسكواد أو القرفصاء باللغة العربية تمرين العقلة اللي تقدر تشتريها في أي بيت سهلة جدا وتربطة في أي باب ولا في أي حيطة وتبدأ بالتدريج إزاي تلعبها شرحناها قبل كده ده حد أدنى آه ده حد أدنى ينفع للي هو جندي البسيط الناس المحترفين هنالها شغلة تانية وهي الدنيا متأسمة لم يقلد النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة سيف خالد ولم يقلد خلم بدنياً ده المتاح زي ما هتخش كده تتجن التجميد يرضي الله عز وجل مش همسكك أصعب الأسلحة يبدأ معك بأصغر حاجة وأبسط سلاح وبعدين تتدرج نفس الكلام في الرياضة فنبدأ بس ده اللي احنا هنسأل عنه مارست؟ لا ما مارستش في بيتة قومة غير فلوس ولا جم ولا أي حاجة طبعا عايزة تتعلم العبقة لي تقدر تتابع على اليوتيوب الحد الأدنى من حركات الدفاع زي البوكسنج فيه أخ اسمه أخ طاهر ألماني بيعمل مقاطع على اليوتيوب ممتازة بيعلم الشباب زي يلعب البوكسنج يطلع لنا السؤال دايماً من الإخوة هنا الضرب في الوجه حرام يا شيخ يا سيدي احنا نقول لكش يلعب بطراب لكن عثنا التعلم ولبس الواقي وازاي تسد الضربة اللي تسقط ديها الخص من ضربة واحدة ضمط لوت هو متعلمه وانتا مش عارفه فلما تقابله في الساحة هيوقعك من أول ضربة لأنت تعرف زي تتفادى ضربات اللي توقدي عليك من أول لمسة ولا بتعرف توجيهها مع أخوك المسلم تلبسه واقي وتتمرنه برفق تبدأ تسدد الضربات بقوة على الشواخص اللي هي الأجساد اللي بتبقى محشية رملة وقب تبدأ ترعب مباريات ودية بدون إذاء أخيك وتلبسه الواقيات الكاملة هو الصحابة اللي كانوا يتمرنوا بهم ما كانوا يستخدموا السيف ببطنه أو يستخدم بعض الأدوات الشبيهة بالأخشاب أو يعني العصي أثناء التدريبات لكن ساعة القتال ما هو فيه ضرب على الوجه منه ما كانوا يتمرنوا كيف يضرب الخصم في رقبته أو في وجهه كانوا يتمرن على كل موضع الاسم اللي يؤذي بها الخصم أما أخيك المسلم نعم لا تفعل به ذلك أثناء التدريب بطرف بقوة والشيخ طبعا في النقطة الشريعة دي لو فيه أي تعديل يستطيع أنه هو يذكروا لكم ما قولوا أنا أنا مش حاب بطيل أنا بس كانت المدخلة دي لو فيه أي شئ رفع حيك عايز تتكلمني عنه أو تتسألني فيه ماشي أنا مستمع ومستمتع بحضرتك يا ربنا يحفظك ويبارك فيك أنا يعني حابب أن أنت تاخد وقتك الشباب مهم جدا يا شيخ محمود يستفيدوا من الوقت اللي موجود للوقت الإمكانات اللي هي هو شايف أن هي ما هي إمكانات هي إمكانات وهي يعني يقدر يعمل فيها ويبذل بيها الكتير جدا يعني أنا كنت بشوف إخوة سبحان الله يعني بدل ما يبقوا يدعون للمجاهد بيبقوا عبق على المجاهد ليه؟ هو مصر يطلع فيه القافلة الجاهدية وفي نفس الوقت ما عندوش أي شيء يقدر يقدمه يعني بيقول له يا آخي حتى عشان بس تمسك الميز تمسك المطبخ يعني واخد بالك لازم هتوصل لمكان معين عشان توصل للمكان ده في وقت معين لازم هتجري ولازم هتطلع ولازم هتشتبك ولازم عشان تلم حكتك بسرعة وتنقل من مكان لمكان عشان لما يحصل تهديد تعرف ان انت تخلي بسرعة يعني فيه حاجات بدائية كده لازم تكون تكون موجودة لكن سبحان الله يعني مش عارف الإخوة ليه مقصرين في هذا الموضوع وانت أظن يعني عندك خبرات لو تقدر تديهم بس أي يعني خبرة كده في هذا المجال عشان تحركوا شوية نعم ما هي المسألة الخبرات كما ذكرنا يا أخوان استصعاب الطريق زي ما برضو يجي يقول لك قيام الليل أو التبعب ينطبع في زهن المستمع آه يعني قوم بقى وطول واجيب بقى البقرة وقال أمران والنساء تتشبك في قدماء لا يا هو انت لو قمت بركاتين وطرت انت الآن على الطريق وتبت عند الله انك قمت نفس الفكرة يا أخوان الناس المبتدئة تماما لازم تبدأ هتبدأ بعد الضغط أنا نزلت منشور واقعي الواحد تابع معايا قال لي أنا بدأت من 7 أكتوبر وعايز أعمل كذا كذا وعمل إيه وانت له إلعب ضغط بس كل شهر هعلمك تمرين واحد جديد بس تتقنوا وتتقدم فيه فالنهاردة كان يوم من 17 أكتوبر وبدأ يوم 7 ولا هاجه كده بقى بيجيب 6 عدد ضغط من صفر تقدم 7 درجات للأمان لأنه كل يوم كان بيلعب وكان بيتمرن وعنده إسرار والله عز وجل مطلع على صدقه الناس ممكن تفتكر دي حاجات بسيطة حبيبي في أرض الواقع هتعرف اللي انت فردت بي كان شيء مهم جدا فانت دلوقتي في ساعة من الوقت لا تستغرب في الأحزان ولا تستغرب في الدموع مصمسة الشفايا ولا تستغرب في التحليلات وانتظار تحقق الرؤى التي ملقت الفضاء ولا ننكر خيرياتها واستقنسنا بها لكن فين تحركك العملي انت زي ما الشيخ هكون عيبقى علينا أو احنا كلنا أنا معاك وهو عشان ما أقولش يعني التجامد يعني احنا عيبقى عليك هنبقى عيبقى على الإخوة ولا احنا هنبقى عاون ليهم احنا المطلوب ان احنا نكون في أعلى درجات الاستعداد باستغلال كل متاح هتقول لي طي عايز أرفع لي قتل بدلية عندك خيار مهم جدا لن تقدر تحقق الركب في الشارع بقى بصلاة الفجر اي شارع سهلة دي اي حديقة تركض شوية ربع ساعة نصف ساعة تقدر تبدأ الأول براجدة خفيف شوية وتدخل فيه السرعات يعني تبدأ تسرع سرعتك شوية ما تتعودش على جارية بمجهود ثابت لا لان دايما رفع حاجة عندنا كده في الليقة البدنية الحمل الدوري التدريبي لازم يرتفع وإلا لو فضلت على وطيرة واحدة انت مش هتتقدم زي الإيمان ينقص ويزيدكو تضرب المثال دايما نستغل النصف الشرعية فإن لم يقم في زيديات فهو في نقصان فانك تلعب على مستوى الليقة ثابت وتثبته وهو أصبح هين وسهل عليك وما تحاولش تضغط نفسك بضيئتين جاري زيادة عدتين ضغط زيادة طلعتين عقلة زيادة نزلتين قرفصات زيادة كده مستوىك هازبت بالها ينقص مع الوقت ان الجسمك خلاص بقى مجهود ثابت زي ما بزبط تقوم من على الكرسي تروح الشغل ترجع بقيت حاجة يومية مفيش إضافة فالمطلوب انك تبدأ تتعلم الأساسيات لو انت مبتدئ وبعدين بتجيب عدت ان شاء الله تقعد فيها اسبوع مش قادر تطلعها مش هيجرى حاجة انت برضو كده بتؤدي اللي عليك الايوم التامن هتلاقيك ايه ده جبت عدتين بفضل الله عز وجل تمام؟ هتبدأ تزود لازم يعني العدتين تسبت عليهم ثلاث أربعة أيام وهم أخصى حاجة انت قادر تعملها مثلا هتكسر العدت ده وتلقى نفسك وصلت للعدت التالتة وهكسر الجاري بعد الفجر نبدأ بعشر دقائق وجدت أخرج وتنهج وبتطلع شاكمانك دخاني يعني من قلة اللي هي الركل فتيجي بعد كده مع الوقت انت تبدأ ايه تزود بخليهم 11 ديئة الحمد لله 11 ديئة بقت سهل 12 ديئة يعني إلعب كرة لعب يا جماعة الانتظام أنا موافق بس ما فوش سب دين ولا لعب عليشين ولا خماءات نظاموا لعب ولعب الكرة بيرفع اللي أقل في جانية جدا بس يوم ضبط شارعا ولا يضيع الصلاة من أحسن الألعاب اللي ترفع اللي أقل بدنيا تحرك في الملعب ورايح وجاي وخطط وبتاع ودمانك شغالة وحد من وراك وحد قدامك ممتاز تدخلها جنب البناء البدني اللي هو زي ما قلنا الضغط في البيت والأقلة في البيت والقرفصات اعمل يوم رياضة ويوم رحم من رياضة بل تحصيل ما بقى إلاسع المسلم جهله في العقيدة وغيره تعلم بقى يعني ضعبة الجهاد وفق الجهاد وأمور الجهاد لأنه برضو هتبقى يعني ساعدة بدنيا وصفر هتخش الميدان قد تصيب دماء محرمة قد تفرط في أمور كان يجب أنك تأخذ بيدك عليها وهكذا زي ما بنشوف نترخف أمور ما كانش ينفع ما ترخف هي أو تصيب دماء محرمة لا يعني اجمع اجمع من كل اجمع من كل الأطبال يوم رياضة ويوم علم سيدنا عمر بن خطاب كان بيحتر هو يوم وشريكه في التجارة يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم وراءه أمر آخر وهكذا فبدنيا يا أخوانا لا تضع حاجز أنه ما فيش قاعات رياضية أنه ما فيش كابتن محمود يقول لك السياح كابتن ما فيش مدربين يعني إخوة يا أمي معنا معاك على الميديا وإخوانا ما حد بيطلب حاجة بقدر مستطع بنشرح وبنقول يلا أني يسر الله كده ويجمعنا في معسكرات طور دي الله عز وجل يعني تمصر بها الأمة لكن لا تبحاجمش بايش اللي عايز بيعمل حاجة بيعملها وشوف جهة إخوانك وشقاقهم في هذه الأيام بالذات بقى بعد الضغط ما بقى لك اللي نفذ العملية دي بتاعت سبع أكتوبر انت فاكر المسيحي من على السرير مطر في المعركة دي ناس بتتدرب وتحت أنفاء بقى لها سنين وبتتعامل مع المعركة دي وبنين مستوطنات شبه اللي هم اختحموها بالزبط عشان يقدروا ياختحموها بدقة المعركة بيش سهولة دي يا جماعة ولا بالسزاجة البساطة اللي بيتصورها البعض ولا بالأمانية ولا بالأمانية اتفضل يا مولانا بنا جزيخ خير يا كتن محمود أنا بس لاني كنت لعب كرة عايز أقول إن لعبة الكرة لوحدها مش كفاية يعني الكرة قركة عشوائية محتاجة قبلها شيء من التمرين بس عشان حتى اللعيب الكرة نفسه يقعد يسخن قبلها الناس اللي هم الهواء برضو يقولك قبل منزل بسخن عشان ما يحصلوش مازق عشان ما يحصلوش يعني أي إصابة عضلية كده مفاجأة فحتى اللي بيلعبوا كرة يعني يكون عندهم بس شيء من ما يبقاش الموضوع متعة بس يعني صحيح بإمتزام بإيه بعشر دقيق ربع ساعة يعني تمارين خفيفة ربنا جزي خيرك أفر المحمود على استجابتك ومشركتك معنا في هذا الموضوع عشرة بكنا ولعب نستمتع بإمتزام أزاك الله كل خير نرجع إخواني للملف اللي كنا بنعرضه وهو ملف الجهاد بين الاستعداد والاستشهاد اتكلمنا عن الاعداد البدني وهو أمر مهم جدا الاعداد الإيماني يا إخواني طبعا احنا عندنا أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره المجاهد مهم جدا يبقى عنده الحد الأدمى من منظومة الإيمان من فهم الإيمان من أصول الإيمان الاربع اللي أنا عاملهم في المثلثات دول لازم ياخد منهم مقدار لكن الاتنين اللي فوق بعض دول اليوم الآخر والقدر خيري هو شر لا دول لازم يكونوا عنده كده عرض مستمر يعني كل لما يلاقي فرصة يقعد يفكر نفسه بالله هيكون بين يدي الله عز وجل من أول الموت لحد الجنة والنار ولازم يقعد يتذكر منظومة الإيمان بالقدر ويستحضرها ولازم تبقى سليمة عنده مسألة الإيمان بالقدر لازم تبقى سليمة عند المجاهد وإلا هيتعرض لصدمات كتير جدا هيتعرض لمفاجآت كتير جدا هيتعرض لأخبار كتير غير سر فلازم يبقوا الاتنين دول موجودين لازم موجود لما طلع أبو جهل يقول أعلو هبل النبي عليه الصلاة والسلام قال أجيبوه قولوا الله أعلى وأجل يوم كيوم بدر والحرب سجال قال عليه الصلاة والسلام لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وهكذا فاستحضار هذه المعاني يعني يوم الآخر مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل أم إلى جنة عرضها السماوات وضع وييجي واحد من الصحابة يقول بخن بخن إيه دا جنة عرضها السماوات والأرض ويحن بنعمل إيه فقال له النبي صلى الله عليه أما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجوته أن أكون من أهلها قال أنت من أهلها أنت من أهلها فمباشرة دخل واقتحم حتى قتل فهو مستحضر معاني اليوم الآخر ومعاني الجنة والنار وما يكون فيها واخد بالك وأمر القدر يا إخواني أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك مسألة الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر واستحضرهم المستمر عند المجاهد مسألة مهمة جدا 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 طيب اللي بيظبط لي المنظومة دي قيام الليه قيام الليه وزي ما أتكلم أخونا الشيخ محمود مش مطلوب منك أن أنت من واحد ما بيصليش أصلا الوتر لواحد هيقوم الليل كله ويقرأ البقرة وقالي عمران والنساء مش مطلوب منك كده مطلوب منك أن أنت تبدأ بركعة وتقرأ فيها العشر آيات اللي هي الفاتحة وتلات آيات يعني خلاص بحاجة كده أنا مش عارف الشخبطة دي بتجي منين الشخبطة اللي عملها في أيوة كأن حد بيعملها ولا إيه مش فاهم كنت بقولك أن أنت ابدأ بالأقل الحد الأدنى ده اللي هو ركعة الوتر اللي صورة الفاتحة سبع آيات ومعاها تلات آيات تقول هو الله أحد أن أعطيناك الكوثر أي مكان وهتلاقي نفسك من حلاوة الطعم اللي أنت بتدوقه بتزود شيئا فشيئا وهكذا فقيام الليل بيخلي منظومة الإيمان تختمر وتنضج وتكتمل داخل قلب العبد ما تبقاش منظومة علمية منظومة الإيمان يا إخواني منظومة قلبية ليست منظومة علمية أنا باخد المعلومات عشان تخش جوايا وتبقى عقيدة راسخة ثابتة هي اللي بتحركني وهي اللي بتبين ردود أفعالي على كل ما يواجهني في هذه الحياة الأمر الآخر الإعداد العلمي الإعداد العلمي وانت بتحط برنامج عشان تتعلم مش مطلوب منك ان انت تكون مفتي عصرك مش مطلوب منك تكون المرجع اللي بيرجع عليه أهل الزمان واللي بيحللهم الإشكالات العلمية والإشكالات الفقهية لا بس خلي عندك ورد ثابت عندك ورد ثابت من القرآن الكريم اوعة تكون يعني كارثة ما عندكش ورد ثابت من القرآن الكريم زي ما عندك ورد ثابت من القرآن الكريم وبالمناسبة مش بلزمك أنه يكون جزء بس خليه ثابت يعني إذا بتقرأ نص جزء إذا بتقرأ ربع جزء خليه ثابت دوم عليه وحط زيه من السنة النبوية بتقرأ عشر صفحات من القرآن اقرأ عشر صفحات من السنة النبوية اقرأ باستمرار اقرأ زيهم من السيرة والتاريخ علاقة السيرة والتاريخ بالجهاد عم الشيخ علاقة السيرة والتاريخ بالجهاد أن أنت هتفهم منظومة الصراع ما بين الحق والباطل على مدار التاريخ هتفهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان عايش حياة المجاهد إزاي الصحابة كانوا عايشين حياة المجاهد كان كل واحد فيهم عايش حياة المعين ومتجوز وبياكل وبيشرب وبينام وبيتاجر وبيعمل لكن عايش حياة المجاهد في التاريخ هتقرأ سير أشخاص كتير جدا زي خالد مثلا كرمز من الرموز وتشوف إزاي كان بيدير حياته وإزاي كان بيدبر أموره وإزاي كان بيحط الخطط وإزاي كان بينتصر فيه المعارك اللي بينتصر فيها وهكذا فأنت لما تعمل نفسك يعني داخل هذه المنظومة تحط نفسك كده داخل البوتقة دي بتقرأ خمس صفحات من هنا خمس صفحات من هنا عشر صفحات من هنا وهكذا تبص تلاقي إيه إنك بتتطور بسرعة مش هتقعد جندي مرحلة طويلة لا ممكن تلاقي نفسك قائد مجموعة قائد فرقة قائد سرية قائد جيش لكن على قد ما يكون عندك من علم تقدر إن انت تتطور وتحسن من أدائك وكل ده لازم يكون معاه حاجة من الثقافة العامة بقرأ المجلات الشرعية والدوريات اللي فيها فوائد عامة بتابع الأخبار على مواقع موثوقة وفي نفس الوقت ما تكونش عمالة ترمي جوايا الآلام والأحزان والبكاء والعويل لا لا يعني لازم لازم أحط نفسي كده جوا منظومة عشان أطلع في النهاية على الأقل بالحد الأدنى اللي أقدر به أخش الساحة الجهادية وده هيساهم في الأمر الأخير اللي أنا عايز أكلمك فيه اللي هو الإعداد النفسي يعني الإعداد العلمي يا أخوانا بيأثر على التركيبة النفسية والمعنوية بتاع الإنسان عشان تكون شخصيتك جزء كبير من تكوينك الشخصي هو راجع أصلا للمنظومة العلمية اللي أنت تأسست عليها فإذا كان عندك منظومة علمية صحيحة يبقى بإذن الله بنسبة كبيرة هيكون تأسيسك أو إعدادك النفسي والمعنوي كويس مسألة النفسي والمعنوي دي يا أخوانا مسألة مهمة جدا لا تتخيلوا واحد يقدر يخوض معركة وهو أصلا نفسيا ومعنويا مضطرب استحيل هيكون آتل لإخوانه مش هيكون آتل لعدوه لأنه فاقد للتركيب فاقد للمعاني اللي بيها أصلا يقدر يكون عنصر إيجابي داخل الساحة الجهادية التكوين النفسي والمعنوي بيحصل من خلال خبرات الإنسان في الحياة الإنسان بيتعرض لصوامات كتير بيتعرض لمشاكل كتير بيتعرض لمواقف صعبة كتير لو ما بيحصلش الكلام ده أو لو بيحصل بنسبة قليلة الإنسان يصطنع يصطنع يعني إيه؟ يعني لما ناخد بعضنا كده 3-4-5 شباب ونروح نعيش في الغابة كام يوم؟ 3-4-5 تيام إسبوع إحنا اللي هنعيش في الغابة يعني إحنا سايبين السرير وسايبين الرفاهية وسايبين الأكل في معاده والشرب اللذيذ واللي مش عارب إيه وراحين نعيش في الغابة غابة عم الشيخ آه تعيش في الغابة تعيش في الغابة عشان تبقى في وضع صعب تبقى في موقف مش معتاده أمور غير مألوفة وتتصرف وتتعايش واخد بالك يعني أنا بتفاجئ إن الإخوة بدأوا يطوروا في مسألة المخيمات والمعسكرات ويخلوها في فنادق لا يا إخوانا كده هيضيع الهدف منها الهدف منها أنه يطلع عن الرتابة ويطلع عن الوضع المألوف ويطلع من العيش الرغيد مش متحققة مش حصلة لازم المخيم يكون في مكان الحياة في صعبة إما في جبل وإما في غابة وإما في صحرة لازم تكون الإمكانات والأدوات المتوفرة بين يدي الشاب اللي إحنا بنعده تكون ضعيفة لازم يحصل عنده خشونة في العيش لازم يتعلم الكرم والإيثار يبقى في إيده ومحتاجه ويديل غيره طب هو لو غيره أصلا مش محتاج ما خلاص مش يتعلم الكرم والإيثار هو بيأكل وغيره بيأكل لكن لما يحس أنه يجاله حاجة وغيره محتاجها ويدهاله يحصل عنده توازن عاطفي فجأة يلاقي نفسه بيشوف تعبينه وحياته أو يلاقي الدنيا ظلمة عليه أو يلاقي مطر أو يلاقي تلج مثلا يعني كده يتعود أن يبقى له ردود أفعال متزنة وهو بيتعامل مع المواقف الصعبة في السيرة والتاريخ وانتوا بتقرأوا هتلاقوا أن الأمراء والقادة أبنائهم بقى اللي هم أصلا كانوا هم وهم صغيرين واخد بالك بيسموهم أو بيسلموهم لوحد اسمه الأتابك الأتابك ده دوره أنه هو يربيه التربية المتكاملة دي وياخده للصيد ياخده للصيد يعني مش ياخده للصيد يعني يفسحه لا ياخده للصيد يعني يمشيه وسط الحيوانات في الغابة يعني يمشيه في إطار من الجفاء في إطار من الخشونة في إطار من الصعوبة هو عايش في القص لا هيطلع من القص ويقضي كام يوم في أماكن غير معدة وغير مهيئة والفرق كبير جدا بينها وبين الوضع الطبيعي بتاعه فساعتها تتنمى عنده الصفات اللي أنا كاتبها لك دي اللي هي الجرأة والشجاعة التضحية والفداء الكرم والإثار خشونة العيش التوازن العاطفي المجاهد يا إخواني مش أسير للمفعالات هو طبعا إنسان وبيانفاعل بس مش أسير لها وتخيل أنت تخيل أنت يكون مثلا في ساحة الجهاد ويجي لك خبر حد قريب منك أو حد حبيب لك أو حد يعني بينك وبينه روابط قوية جدا توفي أنت شايف أن ده ممكن يبقى شيء صادم ويأثر فيك لا ده ممكن يموت بين إيدك ممكن يكون أخوك ولا ابنك ولا زوجتك ولا كذا بين إيدك وإنت جوه المعركة وتبقى ساعتها ما بين يعني حالة من الصراع أحزن عليه وابكي وكده وأخده أقوم بحقه وادفنه ولا أكمل المعركة لأنا أصلا موجود فيها تخيل أنت الوضع ده هو لسه أصلا في قلب المعركة إزاي يقدر يضبط عوطفه ويسيطر عليها لدرجة خليه يحقق المطلوب منه وينفذ المطلوب منه بدون ما يكون مصدر ضرر ولا إزعاج لبقية إخوانه ولا لبقية المعركة وهكذا إخواني فالصفات دي التوازن العاطفي قوة البأس وشونة العيش اعتياد ترك المألوفات ومحاسبة النفس محاسبة النفس الإنسان لما يعد نفسيا ومعنويا كويس ما عندهش غضادة أبدا أنه هو يقف قدام المرية كده يسأل نفسه أنا أصبت في إيه وأخطأت في إيه ولذلك تلاقي المجاهد يا إخواننا كثير الاستغفار وكثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله عز وجل ليه لأنه بيحاسب نفسه لأنه بيقف قدام نفسه وبيشوف هو ما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ وهو حاطط قدامه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزوي مات على شعبة من شعب النفاق يبقى أنت وإنت بتحاول تعمل التكوين النفسي والمعنوي ده خاطط الحديث ده قدامك أنا إزاي أعيش وأموت على شعبة من النفاق وأنا أصلا هربت منه أنا هربت من النفاق وهربت من الكفر وهربت من العذاب اللي بينتظر هؤلاء بين يدي الله عز وجل واخد بالك فمسألة الإعراض عن الجهاد وعدم الإعداد للجهاد وعدم تحديث النفس بشكل صحيح بشكل صحيح عن الجهاد الأمر ده في الحقيقة هيأثر تأثير سلبي جدا علينا أنا أعتذر إذا كنت طولت لكن بكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لو الأخ محمد عمران عنده أسئلة أو الأخ محمود داود أو الإخوة اللي معانا في أسئلة يتفضلوا مشكورين أنا معكم لدقائق في أسئلة جات على على الزوم شيخ محمود تحب تضيف حاجة لو أنت معنا طيب في أخوة رفعين إيديهم لو افتحلوهم الصوت بس أخ بسام رقفة أحمد رقفة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الشيخ تفضل يا أخي بقى عاديزناك بس العلماء العلماء اللي نتعلم منهم رشحت لنا بعض العلماء اللي نتعلم منهم القرآن والسنة حاضر حاضر يعني إضافة سريعة أنه يعني كثير من الواحد سمع النصيح دي من حضرتك من سنوات ويعني بنصح نفسي والإخوة اللي بيسمعوا أنه كل نصيحة الواحد سمعها من من حد من الأخواننا العلماء والمشائر وتأخر في تنفيذها أو يعني ظن أن الوقت قدامه فترة ففعلا فعلا بيندم عليها لكن الحمد لله رب نسوه تعالى أعطانا فرصة أن نحن نستعد ونعد أبوسنا لما هو قادم ومن نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا أن نحن نحيا ونكون بين أعداد الأحياء والجهد موجود ونستطيع أن يكون لما نساهما فيه في المستقبل ولم نمت ونحن يعني في بعدة عن الإعداد أو في تقصير أو يعني نظمنا أن الأمور استتبت والنقطة الأخيرة في مساحة الإعداد أنه أكثر الناس تفاعلا مع الوضع الحالي هم أكثر الناس كانوا يعني من ساعة ما تركوا ديارهم وغيرهم وغير غير ذلك يعني هم مهيئين أن الوقت الوضع الحالي لن يستمر هذه الأمة ستدخل في مخاط شديد لا يتخيله أحد واللي يهيئ نفسه على ذلك ويستعد له هو اللي يكون له فيه سهم صلى الله عليه وسلم أن نكون منه جزاك الله خير يا أخي بسام بالمناسبة للأخ بسام شارك معنا في عدة مخيمات يعني أنا طبعا يعني فتحت له وأنا معرفش أنه هو بسام اللي يشارك معنا بس أنا ما سمعت صوته عرفت طيب الأخ مصطفى الدميري أو تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القائمة جدا وده وقتها وما أشكر الشيخ المتدود على الإعداد البدني والله أنا في الحقيقة أنا عندي مداخلة مش بس مجرد سؤال عندي مداخلة بسيطة وحابب أن أنا أشاركها مع الحضور النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديث لما كان بيقول يدخل من أمتي سبعون ألفا بدون صدقة خساب أو عذاب فواحد من الضحابة قال أدعو الله يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون منهم فقال أنت منهم فقال أصحاب آخر أدعو الله يا رسول الله أن أكون منهم فقال أسابقاك به عكاشة فالشاهد من الكلام من صلق مع الله سبحانه وتعالى دايما بيجعل الإنسان ان هو يسبق لفعل الخيرات. وان اه كلنا نعلم اه من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم واحاديث وان فيه قتال بيننا وبين الناسارة وفيه اه بيننا وبين الروم. اه في موضوع الانتعداد ان احنا نسبق اليه مش بس مجرد ان احنا اه يعني ايه اه اه ولكن استققه هو اه بليل على فطول اخلاص فاين بغلل اه الحرد المسلم ان هو اه يصدق مع الله سبحانه وتعالى اه لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يبايقنا ان شاء الله بإذن الله ان يكون نصر ازيكم على ايدنا اللهم امين يا رب. ربنا جزيك خير يا اخ مصطفى ويبارك فيك. طيب ارجع للسؤال الاول. الاخ الفاضل اللي سأل عن العلماء اللي نتعلم منهم الا العلماء الصادعين بالحق لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان. لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان. والعلماء بيقولوا العلماء القدامة اصلوا لنا اصولا. قال لك يحكوا للمسلم العامي ان يقلد الا في امر واحد وهو من الذي يقلده من الذي يتبعه هكذا اتباعا دون مراجعة يعني انت في الاخر العالم ده انت تجعله حجة بينك وبين الله عز وجل بيقولك هذا حلال وهذا حرام وهو يعني مؤهل لذلك انت واجب عليك زي ما بتتعب عشان تختار طبيب مناسب لحالتك او لحبيبك او لابنك قبل ما تروح له مش مجرد نوم علق يافط الطبيب بتاخد بعضك وتروح له لا ده انت بتجتهد وبتسأل لحد ما يعني تحس ان انت ايه بدلت وسعك في ان الدكتور ده هو اللي يستحق ان انا هروح له وهيكتب لي رشدته هنفذها زي ما كتبها لي بالظبط هتبالك فالعالم اولى بيك اولى ان انت تجتهد وتصل الى من تقلده في امور دينك لذلك انا مش هذكر لك ناس بعينها لان هما يعني هما موجودين موجودين كتير وممكن افتكر حد وانس حد وممكن ومش ده المقصود المقصود ان انت نفسك تجتهد ان العالم اللي انت هتتبعه ده يظهر لك انه هو الاكثر علما والاكثر ورعا وتقوى لله عز وجل الاكثر علما والاكثر ورعا وتقوى لله عز وجل علما بالمسألة اللي انت هتسأله فيها لان العلم يتجزأ وممكن يبقى عالم في باب ومش عالم في باب تاني عادي يعني واخد بالك لكن فكرة العالم الموسوعي العالم في كل شيء يعني كان موجود بعض نماذج في السابق منهم الايام الأربعة والبخاري ومسلم والشيخ الإسلام التيمية يعني نماذج تعد في الحقيقة لكن مش موجودة باستمرار ومش موجودة بكثرة فحاول ان انت تجتهد ان تجد العالم المختص فيما تريد ان تسأل عنه وتعلقه امر دينك وتسمع له بعد ما يفتيك في هذا الامر طيب الشيخ محمد عمران معنا ولا مش معنا يبدو انهم في ليبيا ان شاء الله بصلاة العصر طيب اخواني انا يعني اشكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذا الوقت الذي قضيناه معا والملف اكيد هتلاقوه موجود في العرض وان شاء الله تلاقوه هذا الفيديو على اليوتيوب اللي عايز يرجع الملف ويرجع اللي احنا كتبناه واللي احنا قلناه جزاكم الله خيرا اسأل الله عز وجل ان ينصر عباده المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اكوانا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي كل مكان بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه كتابك اللهم يسر لنا ولجميع المسلمين أمر الجهاد في سبيلك اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا اللهم ثبت قلوب عبادك المؤمنين اللهم ثبت قلوب عبادك المؤمنين اللهم ثبت أقدام عبادك المجاهدين اللهم ثبت أقدام عبادك المجاهدين اللهم ثبت أقدام عبادك المجاهدين اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم أحد صفهم اللهم أحد صفهم اللهم أحد صفهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم دمر فيهم أسلحتهم اللهم دمر فيهم أسلحتهم اللهم دمر فيهم أسلحتهم آمين 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 وصل اللهم وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا إخواني الكرام قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته